الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن وعلى وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نواصل وقد وقفنا عند قوله عند قول هذا الرجل محمد والضيف الله في كتابه الطبقات في صفحة 116 قال قال الشيخ دريس طبقات الأولياء على ثلاثة أقسام صغرى ووسطى وكبرى قال فالصغرى أن يطيروا في الهواء الأولياء أصغر درجة فيهم قال بطيروا في الهواء وأن يمشوا على وجه الماء لا مي في البحر أدارين سفينة لا مركب لا بانطون يمشوا ساي في البحر في النص وأن ينطقوا بالمغيبات الأشياء الغيبية تجد الواحد منهم تجد الواحد منهم ينطق بها قال والوسطى أن يعطيه الله الدرجة الكونية بحيث يقول للشيء كن فيكون وهذا مقام دفع الله ولده دفع الله ولده قال ده وصل المقام الوسطى المقام الوسطى من درجات الأولياء يقول للشيء كن فيكون قال والكبرى وهي درجة القطبانية تبقى قطب وقال الشيخ بلل اسمه بلل ركز معاي كويس وقال الشيخ بلل ولده الطالب قال شنو أرجع ليه صباحة مية وستاشر طبع آخر طبع أنا لقتني الفين ويطناشر وقبل تمانية سنوات بالتاريخ الميلاد هو تاريخ ذاته جايد سايز زي ما قال الشيخ الفوزان هو قال باللغة العربية لكن قال وقال الشيخ بلل الشيب ولده الطالب قال شنو قال اسم ابويد فعلا والله مكتوبك والله مكتوبك قال اسم ابويد فعلا هو اسم الله الأعظم وكان إذا أراد أن يكتب كتابا كتب فيه جميعه في الكتاب كله يعني لما نكتب إذا أراد أن يكتب حجابا كذي مكتوبة لو ذا يكتب له يعني حجاب من الأحجبة تميم من التمايم كتب فيه جميعه دفع الله كذي مكتوبة واسل الكتاب لو عندك أنا بورك له صفحة 116 فوق مدايات الصفحة السطر الثاني والثالث والرابع والخامس ودي تحت كله مكتوبك قال الصغرى أن يطيروا في الهواء الشيخ بطير شاكيب يقول لك الشيخ ما لما بسلم عن الناس يقولوا دي لها للخطوة خطوة كيف؟ ولا خطوة هنا وخطوة في مكة وقالوا يا هذا تركت صلاتك ولم يعلموا أني أصلي بمكتي وكسره لكن ممنوع بمكة لكن ويوجد ضرورة الشعرية وكلام بيجيبوا لك هنا لكن في النهاية وقالوا يا هذا تركت صلاتك ولم يعلموا أني أصلي بمكتي خطوة هنا وخطوة في مكة ولك دي لها للخطوة وكذب زائر والرسول عليه الصلاة والسلام من مكة للمدينة ماشي في طلطاير يوم دا الرسول عليه الصلاة والسلام ومعه أبو بكر وعمر معه أبو بكر عفوا ومعه رجل آخر عبد الله دا تجدوا لي أخذي مش له من هنا لي مكة خطوة واحدة دا كان جكة بيصل وين دا في دا خطوة من هنا لي مكة دا كانت دا جكة كذي واللجاو حرامي دفوت الحرام ذاته والله الذي لا إلى غيره بلعبوا من الناس وبعقول الناس قالوا وينطقوا بالمغيبات أشياء غيبية يا جماعة نحن والله الكلام بنقوله ونحن ذاته متضايقين منه يعني بنجيب كلام الناس ذلك ونحن متضايقين منه ما دايرنه لكن نشروه بين الناس لو الزول غلط براه بمشوله براه في محله لكن ما ممكن تتنشر كتاب بين الناس وجهي انتقدوك تقول لا ما تجيبوا سيرتا الناس أدونا بس آية وحديث والله نزه الصورة كاملة يسمى الصورة الناس مع المشاكل كلها في البشر ما في خروف على وجه الأرض مشرك ما في بقرة متبرج على وجه الأرض والله ما في فر عاقبه والده ما في ضب علماني شد النادل كل يعني المخلوقات دي كلها بتسبح الله سبحانه وتعالى لكن اللخبة كلها يهو في بكرعين دا شفت ببشر دا بكرعين دا يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك يهو التنظير فيه بنظره يهو إن هذه ليه زول زيه ويعتقد ليه فيه زول زيه قال لك وينطق بالمغيبات حسب الراحة كذي زول بيعلم الغيب لو في زول بيعلم الغيب أولده ولا الأنبياء والرسل ليه إبراهيم عليه السلام ضبح له عجل وجاء بليه عجل ليه ملائكة قدموا لهم ما كان عارفون دا الملائكة ما بيأكلوا ولا بيشربوا كان عارفون ليه مشى فراغا إلى أهله فجاء بعجل سمين فقربوا إليهم قال ألا تأكلون فأوجس منهم خيفة ليه موسى عليه السلام ثلاثة مسائل بيسأل فيه الخضر عليه السلام بيقول لا تأخذني بما نسيت أقبل هناك بيقول له وكيف تصبر دا الخضر بيقول لي موسى عليه السلام وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرة موسى عليه السلام